السلام عليكم معكم محمود من قناة روها لايف في رحلات جديدة طلعت من الغردقة إلى مدن روسيا المختلفة والرحلات دي هتبقى في شهر اكتوبر الجيدة على طول ففي شهر اكتوبر ده هيبقى اللي هو اكتوبر 2021 طبعا بعد فتح الطيران الروسي لمصر كان لكايرو أو القاهرة فقط الآن احنا في مرحلة الحمد لله متطورة وفي رحلات معظمها تشارتر علشان نكون صراحة الرحلات تشارتر دي هتبقى لمدن روسية الجديدة والجديد في الموضوع ان شركات طيران مصرية لمصر الطيران لأول مرة وشركة اير كايرو لأول مرة بتروح روسيا حتى لو تشارتر بس بتروح مدن روسية وبتروح مدن غير موسكو وده الجديد وده الحلو وده البلاس اللي بقولولك النهاردة اضف الى ذلك السعر المتدني المناسب جدا سعن غيزة نابل قوي بيبقى حوالي 8-9000 روبل يعني انت بتكلم في أقل من 2000 جنيه 1900-1800 في الحدود دي هبدأ بالغردقة الخط بتاع الغردقة يكاترينبورج الناس اللي في كاترينبورج اللي عايزين يرجعوا ليكاترينبورج مصر في الغردقة يكاترينبورج على طيران رسية بتمن تلاف روبل تقريبا في خمس ساعات خمسة وعشرين ديئة الرحلة خمس ساعات خمسة وعشرين ديئة بالسعر ده حاجة رائعة جدا على طيران رسية ودي تشارتر ولكن الطيران اللي مش تشارتر الايروفلوت ولكن دي لها ترانزيت في موسكو سبنا من دي مش مش مشكلة عايز الخط التاني من الغردقة الى سانت بيترسبورج من الغردقة سانت بيترسبورج الاول مرة في طيران مصري بيروح مباشر من الغردقة الى سانت بيترسبورج تشارتر طيران اير كايرو بيطلع ساعات ناشر الظهر رحلتين في الأسبوع بأقل من تمن تلاف روبل بشوية يعني معلش بحسبها بالروبل بس لو حسبناها بالدولار المبلغ ده يعني مية وعشرة دولار مية وخمسة دولار حاجة كلام فاضي شركة شركة الاورالسكي افيالينيا اه دي تشارتر طبعا زي ما قلت لكن الاورالسكي افيالينيا اللي بيطير من الغردقة لمطار جوكوفسكي في موسكو ده طيران نظامي مش تشارتر بحوالي برضو 8000 روبل اما بقول بحوالي لان انا بقول سعر دلوقتي ممكن بكرة او ساعة ما حضرتك تيجي تحجزها تلاقي السعر تغير فده خط الغردقة سانت بيترسبورج نيجي للخط الناس كتير تهتم بيه لطلب الكتير المواصرين اللي موجودين في مدينة اوفاة يهمهم يروحوا اوفاة بساعة رخيص ومباشر طيران مباشر على طيران راسية بتمن تلاف روبل تقريبا في خمس ساعات وتلت بيروح من الغردقة الى اوفاة مباشر بيطلع الساعة ساعة ونص الصبح من الغردقة يوصل ساعة اتنين وخمسين دقيقة ساعة اربعتاشر خمسين يوصل اوفاة لان انتم عارفين اوفاة بعدنا بعد مصر بتلات ساعات ده طيران تشارتر بيطلع يمكن مرتين او مرة واحدة في الاسبوع ده الغردقة اوفا ودي الرحلة الوحيدة اللي انا وجدتها على هذا الخط في شرم الشيخ خطوط اخرى قلتها في حلقة سابقة ممكن اكررها لكو تاني لو عايزين في شرم الشيخ بيرم في شرم الشيخ كازان دي برضو خطوط مهمة جدا في شرم الشيخ سانت بيترسبورج في شرم الشيخ موسكو بس على مصر طيران مصر طيران او مرة تطير من شرم الشيخ لموسكو كان عادة من كيرول موسكو عندنا شرم الشيخ موسكو على طيران اورالسكي ومصر الطيران وفي طيران المصرية المهم يعني في شركات طيران كتيرة جديدة اول مرة تتمشي على الخطوط دي طيران راسية ما شاء الله داخل بالتشارتر بتاعه باسطول كبير جدا او بكمية كبيرة من الطيرات والرحلات بيحاولوا ان هم يغطوا المدن الروسية من شرم الشيخ للغرداء الى هذه المدن الروسية قلنا كازان اوفا سانت بيترسبورجي كاترينبورج فيعني طغطية كويسة جدا اعتقد ان دي اضافة جديدة للمسافرين سعرا وان هو يطلع مباشر ووقتا انك انت بتوفر وقتا ما بتعديش على تركيا ما بتعديش على اليونان ما بتعديش ما بتعديش مشكلتها بس انك مش هتطلع من كايرو لو انت من اهل كايرو لكن اهل الشرم الشيخ والغرداء ده طبعا سعر منافس جدا تسع تلاف روبل حتى عشر تلاف روبل يعتبر سعر كويس لان طبعا الناس اللي بتسافر باستمرار عارفة ان اما بتيجي من موسكو لكايرو بيبقى التذكرة ممكن رخيصة خمساشر الف روبل اربعتاشر الف روبل يعني لو متين دولار ولا حاجة او اقل لكن بتيجي راجع بقى كايرو لموسكو تاني بتدفع مبلغ وقدره بيبقى ضاع في المبلغ ده بيبقى حوالي اتنين وعشرين الف روبل او اقربعة وعشرين الف روبل اللي هي مثلا حاجة ستة الاف جنيه مثلا حاجة زي كده اللي هو بتخشلها مثلا في ربعمية دولار فغير التذكرة اللي الداخلية لو انت رايح مدينة اخرى جوه روسيا فانا اما اقول لك ان فيه من شرم الشيخ او من الغرداءة للمدينة بتاعتك اللي بيرم وفا كازان يكاترينبورج سان بيرسبورج وهو ممكن على طيران مصري فانا كده برايحك بديك سعر كويس جدا طبعا مش هل بديك شركة طيران بس انا بعرفك المعلومة وخلي بالك الحاجات دي لازم تحجز بدري شوية لان الافواج السياحية متكدسة ناس كتيرة بتحب مصر من روسيا بتحب تطلع على المدجعات السياحية المصرية وشركات التشارتر بتحاول تعمل دعاية على قد ما تقدر علشان تمل الطيرات دي وما ترجعش فاضيا فصعب انك انت تلاقي مكان فبسرعة الحق مكان بدري بدري علشان ما تتزنقش او على الاقل ما تقعدش في مكان ما يلقش بيك يعني او مكان ما يعجبكش في طيار وكانت دي حلقة النهاردة سبحانك اللهم اشهد والله إليه إلا أنت استغفرك واتوبوا لايك نشوفكم على القير في حفظ الله السلام عليكم